سلام وشراكم البنات وش حوالكم ان شاء الله تكونوا بخير مرحبا بكم في الفيديو جديد ان شاء الله تكونوا كاملة بس وشراكم البنات راني توحشتكم ليا مدة ما حطيت لكمش فيديوهات والله يلي ظروف خارج على النطاقي البنات لي مت مشغولة مع حواج العرائس مشغولة مع الدار مع الولاد راكم تعرفوا ربط البيت يعني ومع رمضان مع شغل مع مع تعلمة على الخيار والله ما نقعد هالبنات يعني والله كي ما يقولون اسبكري والله ما نقعد باش نحك حطها راسي راني لبنات توحشتكم وحبيت نطلع عليكم اليوم بالفيديو هذا اول اضياف بعد رمضان رح تشوفوا معي لبنات ومازلت مع ريحة رمضان راني نحضر لكم رح نحضر معاكم ويعني وش وجدت لهم وش درت حبيت نشاركوا معاكم هنا شوفوا لبنات وش بديتها بديتها بدرت نص صجاجة محمرة يعني الضياف ما همش برانية لبنات رمضان غير يعني فامي لتي بركة وقلت خلي حكمتهم للعشاء ودرت لهم يعني يعشاء يعني خفيف ضريف وكان الزوج داعي هنا كان جاب لي شوي حويج وقلت خلي مدم جاب لي الحويج وعليه لا اللي هي مدية ويعيدوا عليا قلت خلي نحكمهم يعني تعشوا معانا وهنا بديت كي ما قلت لكم خليتهم هما يحلقوا مع ابناتي وانا جيت للكوزينة قلت لهم روحوا برك حلقوا معاهم يعني فلاش دحم ما حبيتش نا يعني قلت انا روح للكوزينة انا كبيرة وهما خلي حلقوا مع بعضهم قلت نوجد كل شو وحدي وحدي اليوم لبنات راني فحلت كي ما قلت لكم والله الدار ما خلتناش باش ننصور ونحط لكم روتينات نحط لكم وصفات وحتى في الخياطة في قناة الخياطة راني ما نحطش لبنات قليل ونحط تعرفوا مع الخدمة توكل ياسن يعني الوقت يعني الوقت مش يتوكلوا والبنات راني ما تصوروش كيفاه يعني نهار يفوت لي تقيقة نلقى نهار فات اهنا شوفوا البنات درت جاب لي دياجا قلت نص نديرو في الكوشاكي ما راكم تشوفو ونص لاخر درت وقسمتو بين الشربة ودركوا تشوفو معايا تكملوا الفيديو للاخير ان شاء الله يعجبكم البنات وكثروا لي مجام كثروا لي ملي كومنتار لبنات القناة راني نفشل وما نحبش نختم هنا بعد ما غسلت دياجا كما قد تعرفوه اغسلتها نظفتها نحت هك الشوائب كامل لبنات اجيها النص هذا خليتو بالجلدة داعو باش اللبنات باش انها نحمرو في الكوشا واجيها الأخرى كما تعرفون يا ناس جلدة لازم نحاها على الكوليستيرول على المرض على كلش وحكا مت شوفو لبنات درت لي زي بيس لي عندي كامل درت معاهم شوي خل درت شوي طماط مشوي هريسة ومباعد هزيت الجلدة كما هيكا وبديتنا نتبل فيها هكا ومعاها ثوي شوي ثوم بالطبع زود شوي الملح لبنات دايما كما نقول لكم الجياج يحب يعني حاجة شوي مش يمالح مالح شوية شوية يعني تزيدولو شوية للملح باش يجيكم بني حكمتو البنات يعني معنديش الوقت هي من الاحسن كتحبوا تديروا الجياجة محمرة ولا نص الجياجة ولا تديروا الكويس يعني في الكوشا ويش تديرو البنات ديروها الصباح والعشوة حطوهمي طيب يعني تبلوها الصباح والعشوة لحومي طيب أنا معنديش الوقت هنا وكان يعني على غرادة ضييف على غرادة وليت وجدرت لبنات درتها يعني ثم ثمة وكاكا وجدت بنينة سخت هنا درت ما عنديش أنا بابي كويسو درتو يعني كم تعرفوا البابي أليمنيوم يعني مضرب الصحة يعني مشي صحي حكمتو إيش درت في بابي فيلم البنات والله يقعد كي ما راهو يعني ما ما يذوبش البابي فيلم كي ديريه في البابي أليمنيوم وهنا بعد ما غلفتو مليح زيت درت فوق منو بابي كويسو هاي البنات يعني غير بالزربة البنات ما روحتش غسلت يديه ورجعت كملت معاكم هاي متبداش تعليقات البنات السلبية لكن ما تغسليش يديك وما تديريش وما تعمليش قلت يعني بالزربة كنت شعلت الكوشها من قبل خليتها باش تسخن باش ليهليهي طيب لي هنا شوفوا البنات قمطتو مليح كي ما نقولو احنا لهوثتو مليح يعني هيكا في البابي أليمنيوم وهيكا وحطيتو في البلاة ودخلتو للكوشها طلعت طلعت البنات البلاة الفوق خلعت اهنا زيت وش رحندير البنات حندير شطيت حتعد جيش حكمت ازدر هذاك واللهي البنات جيشها وعندي شوية بركة زيادة هذيك فتني وفتني ازدر هذا طعنو ستعد جيشها لاخر وش درتو البنات درتو قررتو قطع صغيرة ومبعد زيت معاها الشمبينيو وزيت معاه لفطر لبنات وزيت معاه شوي زيتون كنت غاليتو في الما مرتين اهنا درتو قرار كمية قليلة تعزز زيت كمية ثوم كصبر فاح فلفل كحل كمون كمية قليلة من الاحسن لا تستطيع طعمة من الاحسن لا تستطيع كمية قليلة من الملح وزدت شوية بصل مرقت كلش مع بعضها كنت قصيته كاراوات صغيرة يعني درت كارو صغار ودرت شوية زي هنا زي نجي عفو البنات شوية كوركم بش راح نديرها سوس بيضاء البنات راح شوفوا معايا هنا جبت من مرق كلش نحطوا البنات راني كنت وجدت لهم قهوة حطيتها لهم وحلقت معاهم شوية هي عدد الساعتين وانا قلت خلي النوض وكانت واحدة منهم صايمة لبنات وكي ما يقولوا جد في وقتها هنا زيت كمية عزيتون كي ما راكم تشوفوا بعدما مرقتها مليح وكنت نوجد في الشربة من هي سمحوا لي لبنات درت ليكم ليموجي هذا راني بنت في الكاميرا لهذيك درت ليموجي وهنا بعدما غسلت الفطر مرتين بالمسخون زيت لحتو ومرقت كلش مع بعضاه قررت شوية معدنوس لحت هيك كمية عماء وخليتو التمرقة مليح المعدنوس خليتو علاجيها المال بنت ما تكثروش في الشططها هذي والمرقة بيضة بالشامبينيون كي ما راكم تشوفو قدرت تغير شوية شوية ماء كمية قليلة يعني بش يجيكم كلش طيب يعني وطعفو ازدرت على الجياج ما عندوش الروح ليليلي طيب هنا زيت تمرقة الشربة اللي كنت دايما نشاركها معاكم حطيت هاته التمرقة حتى هي وكان الماء فوق طابونا لتحت يسخن وهنا بقاولي هذك الجنحين لبنات والرقبة والظلوع هذم قدرت بهم الشربة كي ما تشوفو لبنات يعني جياجها كانت كفت ووفت هنا زيت كمية على الملح كي ما راكم تشوفو في الشربة يعني وخليتي التمرق كلش مع بعضها انا دايما نحب نمرق مليح بش جي الشربة تعيبة هي لبنات وجيكم تب بالنسبة ل وش نحط فيها الشربة كي راني يكون دايرتها لكم مقبل نحط البصال نحط سنة ثوم نحط شوية ملح شوية شوية في الفلكحل شوية كصبر وطماطن بالطبع وندير شوية هريسة لعندي اللي معنديش ما نديرش أنا ندير دايما طرفك تاريسة لعندي اللي معنديهاش ما نديرش يعني وخليت تمرق كلش خليتوا يتمرق مع بعضها على نار هادية ما تقبوش النار باش المكلة تعكم متجيبنينا وجي يعني كي ما تحبوها انتوما هنا زيت شاكي كي ما قلت لكم شوي في الفلكحل ومبعد إذا الحم تعدجاج اللي بنات لحو الفريق ضربها واحدة وإلا مش يتعدجاج يعني تعال الحم الأحمر خلوا حطي طيب الحم ومبعد لحو الفريق أنا كعاد الحم تعدجاج اللح كل شمحة بعضها هنا كنت نزيد في اللي زي بيس يعني أنا مرق شمع شوية ومبعد اللح اللي زي بيس يعني الفحات هذيكا ما تروحش لها البنة تاحها هنا نرجع لبنات وش راح ندير راح ندير معاكم شوية دولمة تعجاج كان عندي طرف تعجاج من قبل كي طيب يعني طاجين تاع الفطر جاني قليل يعني ما رقعت على الفطر الشامبينيوه والزيتون جتني قليلة ووجدرت لبنات وكان عندي شوية لحم تعزدار المرحي هيا وش راح ندير راح ندير معاه دولمة يعني راح ننوع طابلة تعي اليوم كي ما قلت لكم كانت ضيفة تعي صايمة واللي اتهاني هنا لبنات زدرت كمية تعا فلفل لكحل درت كمية تعا لزي بيس اللي عندي كامل هاي ليكم لبنات هنا درت شوي فوح الفيديو هذا لبنات الأمانة عندو قريب سمانة ونا مصوراتو ونسيت يعني كيفا راني راني صورت يعني الديطال كاملة وحلها ذيكا راني قدامكم وندي المونتاج ونتفكر وش درت هنا رجعت البرمة تاعي اللي كانت تطمرقت على نارها ديئة كي ما قلت لكم وهنا زيت لها المسخون دايما لبنات نقول لكم نصيحة ما تمرقوش بالمبارد المبارد لمرقتو بهجي يكون الماكلة تاعكم ماسطا ماسطا خلا شوفوا اللي بنات امرقوا بالمسخون وردوا للاخبار أنا هذا هوت يا بتاعي اهنا رجعت للمرقة شوفوا اللي بنات لقيتها يعني يا بدات تنشف بدات الطيب زيت لها كمية تاع مع الدنوس من فوق ومبعد اللي بنات رح اللوح لها كرام فراش اهنا لوحة الفريق تاعي بعد ما لوحة الماء طول يعني بعد مباشرة كي ما قلت لكم الحم تاعي تاع الفاتع تاع الجياج يعني بركة ولي قلت لكم لي الحم تحت على الخروف ما تلوحش على بيداية للفريق تخلي حتى على الاخر هاي وليكم اللي بنات هنا زيتنا دايما دايما نشربها تاعي من اللوحش منقصش الدبجة والكرافس يعني نقصهم واللوحهم الزوج تاعي ما يحبش ولا تي ثانيتك ما يحبوش ولا وش ندير نديرها رابطة هيكة واللوحة نسيب الطعمهم بعد نجبدها كاملا نطيجها اهنا الازدر تاعي كنت مخبيته ومن قبل اجبدته اللي بنات فوحته زدرت له شوية مع الدنوس اللي كنت مقرضتها وحطتها على جاها اللي بنات كيعود يجيكم ضيف اخدموا بالنظام اه ضربة لولا واش ديروا اللي بنات ديروا الميني واش رح حابين طيبو واش رح تحطو واش رح تديرو ومبعد ابدو اه يعني في الشغل احطوا المال اللول ابدو وحطوا البرم بتاعكم وجدوه وجدوه وجدو البصل والثوم نقوه ومبعد روحوا لامريقة لامريقة ابدو امرقو انا كين اللي يبدأ بصلاة اللولة ومبعد يروح لامريقة انا العكس نبدأ المريق نحط البرم بتاعي طيبو ومبعد كي طيبو اللي بنات نرجع الاصلاطة تاعين ورقها كي ما راكم تشوفو هنا نحط على جهة تترنخ نغسلها الغسلة اللولة والثانية والثالثة ولو حليها كمية عملح بيش جيبنينا وفي نفس الوقت تكتلي كيش ما فيها ميكروبيات كيش ما فيها حاجة اهنا شوفوا اللي بنات قبل ان اخذتها لحاجة بعد حاشاكم نبدأ اللم في اللابو بيل هذكة عصلات بصالتها كلش ندرهم في صاشي باش يبقى البوتاجية منظم وانا صراحة راني فوضوية شوية نعود نخدم ساعة ليندا بنتي تعودت تقولي يا ماما وشو في البوتاجية اذا وين كملته بس احنبعد اللم هنا شوفوا اللي بنات بعد ما نشفت المرقة تاعي وش راح نجي ندير راح ندير كرام فراش فيها راح جي واحد البنة الخايا اللي هي اللي بنات جربوها يعني كيجيكم ضيفيكا على غرادة ومتلقوش وش طيبو دوز ينبلاء دايما نشربة راية عنا كله اهنا شوفوا اللي بنات زيت معاه كرام فراش جيت هايلا هايلا خليتها على جهة اللي بنات وراح نبدو زيت كمية تاع المعدنوس هنا كي ما راكم تشوفوا ونخليها على جهة يعني المرقى اللي الطيب لي نحا انا تشوفوا البنات كي ما قلت لكم الكوزينيار تاعي مقبل لي متبعتني ونقولكم الكوزينيار تاعي راو ما هوش مليحك كي ما تشوفوا الكوين الزوز لي منه راو ما يمشوا ليش يمشوا لي غير الزوز لي من هيه والله في رمضان غير نتعذبو اه يعني عندي طابونة بركتالية نقولك يصرا في الباطل اهنا بعد ما درت الدول ما امرقت الالصوص تحها اه 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 دفع mới لاحل اه 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 ه كان عندي شوية يعني اذا ما الروز ما طيبتوش كان عندي الروز مقبل طيب ووش حكمت درت البنات طلعت المايونيز درتو في الدار وحكمت لوحتو في الكاميرا كم تشوفو في الروز خلطوا مليح والتي يحبوه وزد حتى يدي كوري لنا يعني سلطة دعنا جبت سيرسو هذا شريته طول سبيسيال الاصلاط عندير بها الروز هنا حطيتو في النص دع السحن تشوفو البنات وعمرت الاسحل الروز هذا كان لحتو كامل في الوسط ومجناب رح ندير سلطة كما تعرفو سلطة خضرات درت بس بس رح تشوفوه اش تكتبعو الفيديو الاخير اللي بنات اللي وصلت هنا ما تنسانيش من جا ما تنساش تعليق محفز باش نتحفز نزيد نحط ليكم اللي يامات الجاية باذني الله القناة تعنا والله يا راهي في تدهورها بتخلع اللي بنات ان شاء الله هتطلع الفيديوات يطلعو كثرو من اللي اللي جام اللي شافت الفيديو دي اللي جام هنا شوفو البنات زيت كمية على المايوناز حطيتها من فوق حطيتو في الفرجيدار وخليتو حتى البنات رجعت ليهم بعد يعني ما درتوش كملت وضركة هزيتو كما هيك ورحت حطيتو في الفرجيدار وخليتو يعني علاجيها خليتو علاجيها قلت خلي نوجدو كما هيك وان بعد ما نحيت لهش سارس وهنا وش راح ندير اللي بنات راح نطلع عالحم تاعي وين عاد يعني في اه دجاج تاعي كيفها وين عاد كنتو نطلعتو من الفوق هنا جيت نجيب دولبنات اه حرقني واللي طرح نجيبت اه كتة انا لبنات و وبدأت راح نقلبو عالجهة الاخرى ما بغيتش نشعلو من الفوق قلت يعني هاو شعل ملتحت نقلبو بالطريقة هذي بالقروشي هذا نهز به نقلي به البوريك في رمضان ندير به نهز بها كما هيك وقلبتو وخليتو علاجيها يعني باش باش يزيدي طيب لي مجهة تحتانية اه هاي ليكم لبنات خليتو علاجيها ونظركو نرجع ال اه وش راح ندير زد قلت لبنات يعني يوم ما زلي الوقت اه كيما قلت ليكم اليوم رووا يوم الشطارة يوم الحذاقة اه يوم اه تفح فيح اهنا وجد درت لبنات درت كيس تحمافاتر راح ندير لكم العجينة السحرية جربوها لبنات اه كيما نقول لكم دايما في الفيديواتي ما تندموش عليها اهنا وجدرت راح ندير معاكم الكيش لبنات بطريقة تاعي اه درت كيس تاع مافاتر درت معاها مغرف تاع خميرة تاع الكسرة ودرت نصف مغرف تاع السكر زدت معاها شوية تاع فارينا كانت فضت لي البنات الفارينا يعني انا نشري بالخمسة وعشرين كيلو يعني وننخدم بها ندير بها الكسرة ندير بها المملاحات يعني نسحقها في الضار تقول طول يعني الفارينا رايما تفح الخطانيش من الضار وكي فضت لي هاي هنا قلت خلي نستعمل هذي تاع الكيلو وخلاص حتى يشري لي الزوج داعي اهنا شوفوا البنات زدت لول فارينا منديرش كمية كبيرة يعني غير نشوفها بدت تخثير بركة نخليها نغطيها ونخليها على جهة في مشوار البنات يعني في وقفة ما تكوني خدمتي حاجة حتى ترجعي تلقيها طلعت ليك هنا شوف البنات غطيتها بالغلاق هذي تاع البورما وخليتها كان قد وقد قد غطيتها ونخليها على جهة حتى تطلق هكا هنا البنات راح نحضر معاكم الحشوة تحوش راح ندير درت رابت راسة عجريوات رابت راسة عسنالية شوية بصل هنا وحطيت شوية زيت كنت بقالت لي شوية الحمت على المرحي باش ندير لي درت به الدولمة خليتوا على جهة ما كملتوش وكل قلت خلي حتى ندير به الكيش هنا شوفوا البنات حطيتهم على النار وخليتهم على نار قليلة وخليتهم حتى يذبال ومليح شوفوا البنات كيذبال ومليح هنا راح نزيد لكم الحم اللي كنت كنت يعني خليتو قبيلة كي ما قلت ليكم هاي غير كمية قليلة برك وجاب بنين 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 يهب اللي بنات جربوه يعني حتى سيالي ييم تقدر يبديروه يعني مليح اللي ضيافكم مليح كيتعودو صايمين هكا والله فيه بنا خيالي هنا بكون مغاق وخليتهم على نار قليلة اخر مطابولي وان شوفوا خلاه عن اجراء وما تعرفو السيالي لا زدت ماء ثم مليح حتى سيالي يجلب المتاح وسناري يوسف المتاح وحتي شاح ومليح وطاب الحم يتم تقدر عمر نوس وزيتون وخلطت كلش مع بعضها زيت كمية ع كريم فرش شوفوا اللي عندها الفرماج تزيد تدير كمية ع الفرماج اهنا خلطت كلش مع بعضها راح جيني واحد الحشوة كريمية وش راح نقول لكم الليبنات جربوها بطريقة تاعي ونردوا للخبر ان شاء الله تعجبكم الليبنات هذه الوصفات اقتصادية ويعني وكيما يقولوا اه تنور لك وجهك قدام فيافك ولا قدام اه مالين دارك اهنا شوفوا بعد ما طلعت لي العجينة تاعي راح نكمل اللمها شوفوا الليبنات هاي وجدرت شوفوا نزيدو كمية ما تنسوش كمية ع الملح انا كنت نسيت الملح اه زيت شوية درتو في الحشو وزيت درت شوية في العجينة اه ما تنسوش زيت درت البنات كمية ثلاثة مغارف تع اه تعزيل هذية شوفوا اللبنات الليبنات له харبنة هذي لا فيها لا اه لا فيها لا بيض لا فيها حتى حكل لا زبداله حتى حاج يعني بعجينة سحرية كينقولكم سحرية هنا ها والكيش تاعي بعد ما اكملتو البنات تحدث ملقيتش يعني المقطع كيفها قرستو في البلاه كنت درت البلاه هذك اللي تنحها من تحت قرستو فيه ومن بعد حطيت حطيت لبنات العجينة تاعي وزيت درت فوق منو الحشو وهنا هام هام الأطباق تاعي وجدو شوفو لبنات يعني كنت كان عندي شوية هنا مرقة حلوة هذي لسوب لبنات يعني هي حاجة حاجة لبنات ودرت فطور للصايمة تاعي ولضيافي ان شاء الله هتعجبكم الميدة تاعي لبنات راني مازلنا في ريحة رمضان حبيت نشاركها معاكم وما بقى علي غير نقول لكم تهلاوا في ارواحكم وتهلاوا فيا في الفيديو سلام